الحواس وأعضاء الحس الوقاية من الأمراض الإدماج السند جلست هاديل أمام الحاسوب وفتحت موسوعتها العلمية وأخذت تتصفحها وهي معجبة بما تشاهده من صور وألوان جذابة ومن بين هذه الصور مشاهد عن أعضاء الحس ساعدها على ربط كل سلوك مع عضو الحس الذي يناسبه عين حدقت خلود في الهدية مبتهجة أنف تعطرت هاديل قبل الذهاب إلى المدرسة لسان يشرب الرضيع حليبه ثم ينام يد صافح مروان ابن خاله أنور بحرارة أذن تلقت سمر مكالمة هاتفية من صديقتها وفي الأثناء قرأت هاديل ما يلي أعضاء الحس معرضة لعدة مؤثرات وأمراض معدية أذكر أخطرها على كل حاسة أعضاء الحس العين الأذن الأنف اللسان الجلد المؤثرات والأمراض المعدية الرمد الضوء القوي المبهر الأصوات الصاخبة والآلات الحادة الزكام الهواء الملوث الروائح الكريهة المأكولات الساخنة أو الباردة جداً الأشياء الحادة المواد الكيميائية الحصبة إثر الإجابة على هذا السؤال خطرت ببال هاديل فكرة وهي كتابة نصائح على لافتات تفيد بها أصدقائها وتذكرهم بقيمة حواسهم وضرورة المحافظة عليها فهل لا ساعدتموها على صياغة هذه النصائح؟ من بين النصائح التي كتبتها هاديل لأصدقائها تقليل ساعات الجلوس أمام الحاسوب والتلفاز تخفيض أصوات الآلات الكهربائية العالية في البيت كالتلفاز والراديو وغيرهما عدم إدخال آلات حادة في الأذن عدم تناول المأكولات الساخنة أو الباردة جداً وأخيراً تجنب لمس الأجسام الحادة أو الحارقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر